يعني الدكاترة بيتعبوا وبيعملوا بحوث وبيعملوا تجارب لحتى يوصلوا لحل أو علاج لحالات مستعصية وعصر السرعة والمنافسة على السوشال ميديا شو بيعمل بهاي الاكتشافات؟ بيستغلهم بأسهل شكل معركة الدهون وهوس التنحيف وصلت البعض لاستخدام طرق علاج ما بتخطر على بال حدا طبعا هنون نحن ما عام نحكي عن اتباع نظام غذائي أو دايت لا الأمر وصل لاستخدام إبر طبية للتنحيف وحديثنا اليوم عن إبر التنحيف في كتير أنواع من الإبر تم اعتمادهم بشكل مرخص لعلاج مرضى السكري من النوع الثاني المريض بيقدر ياخد إبرة كل أسبوع ولكن وبقدرة قادر اتحولت هاي الإبرة للتنحيف وظهرت نتائج مزهلة لقلق كون الإبرة بتساعد على سد الشهية وتحولت هاي الإبرة على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات المشاهير لعلاج سحري تظهر نتائجه بشكل فوري حتى صرنا نشوف داكاترا عم تحكي عنا وترويج له هاي الإبرة طيب القصة هيك تمام؟ للأسف لا لأنه أي حدث وقت بيتحول لتريند نحنا بنبطل نعرف الصحة من الغلط وبتختلط علينا الأمور بس الأكيد أنه لجنة الغذاء والدواء الأميركية اعتمدت هاي الإبرة فقط لعلاج مرضى السكري ولحد الآن ما نعطى أي ترخيص لاستخدامه للتنحيف وما تبين شو الأعراض الجانبية لاستخدام هذا النوع من الإبرة لهيك وقبل ما أختم أي نوع من النصائح اللي ممكن تطلقاها من استعمال إبرة تنحيف على السوشيل ميديا ممكن تهدد صحتك لو ما راجعت طبيب مختص وتأكدت من أنه الموضوع ما في أي ضرر ولا أعراض جانبية تأذي فيها حالك